السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة سيدنا محمد كافة والله يهدينا ويهديكم وينبهنا نعيبنا وينبهكم نعيبكم وكانت منه وكما قلوا دائما فيه حبي التمني أن كل واحد يخدم بمصداقية كل واحد يحترم الحدود دياله كل واحد يخليه في المحتوى دياله لما لا لإصلاح البات لإصلاح الأنفس لما لا نكونوا شي مصلحين المجتمع لما لا نبدو شي بداية جديدة في اليوتيوب المغربي نتمنى واللي يتمنى ربي كبير تمنى على الخير يعطيك الله الخير تبغي الشر يسلط عليك الله أخوتي أخواتي اليوم سنتكلموا على هذا القناة الكبرى سنقطوها للمحتوى سنعطوها واحد شوية ديال المحتوى سنعونوها شوية لأنها مبقى ميدر سنجوا عند هذا الأب أو سنجوا عند هذا الشخص هذا اللي هو رب الأسرة واللي هو مسؤول وكل مسؤول عن رعيته اليوم كان نشوف هذا الأب عنده بنيتات مراهقات وعنده أطفال وعنده الزوجة في العلوح دياله اليوم كان نشوف هذا المحتوى هذا هو واحد سيد أولا الكبل اللي هو كبل مغربي كبل جبلي جباله معروفين بزاف ديال الطقوس بزاف ديال التقاليد بزاف ديال الأمور اللي هما الغوها بصفة نهائية اليوم غادي نتكلم وهذا غايكون بزاف ديال القناوات وغايكون بزاف ديال الناس اللي كيقول حنا كنشاركوا معكم اليوميات ديالنا يكحنا مسلمين عمرنا ما شوفنا هاد الكبل هادا قلص طابلة وحدة كي يعني كيقرأ مع وليداته عمرنا ما شوفناه كييراجع مع وليداته وخات قول لي ماشي قاري ماشي قاري ولكن نقلص على طابلة ومبينو لدي انا قاري عملتي هادي رسم لي وخنقلصوا ها رسموه مع وليدتنا وخنقلصوا نحفز وليدتنا وخحنا مقارنش أنا الأم ديال الله رحمه ما كانشي قارية وكانت كتحفطني وكانت عقوم اسكينا يلا في البداية ديالي في القسم الأول كانت كاد علمي من واحدنا عشرة ومنها أم كنت كنخطى واحد الرقم كتتعصب علي وكانت حفطني وكانت حفطني الآية وخايا مقاريش ولكن حفطة الآيام لي كان نخطى شي كلمة كننساها كانت كدعطيني علش كنقلب بحسن حفطة وكنا كننكلوا صراحة الله العصى على القراية لأنه كانت فيهم حرقة الوالدين ديالنا مقراوش كخصوم يقارونا الله يطول في العمر للوالدين اللي باقلوا اللي ما باقلواش اللي نزعل لهم الرحمات وكانت منكم أخوتي حاولوا الدخل الرحمات على الوالدين ديالكم ما نكونوا إحنا قللك إما صدقة جارية أو ولدا صالحا يدعو لك نكونوا إحنا مصدر الرحمة للوالدين ديالنا ما نكونواش مصدر ديال الشقاء ديالهم في القبر ديالهم الله يجزيكم بخير أخوتي هنا يا أنا غادي نكمل ونتخلص بالموضوع غادي نتكلم على هاد الكوبل هادا اللي كيقول أحاك تقولوا أحسن كوبل جبالي آآ كل شيء هو هو يعني الأول والباقي تقليد هنقولكم كد نفقوا نفسكم هنقولكم لغيتوا الوجودين ديالنا لغيتوا المبادئ لغيتوا القيام لغيتوا الحياة الأسرية الجميلة والراقية والهادئة هنا كما نقولكم هالرجو القضية ديال الدراسة عمرنا ما شفناهم كيقرأوا مع ولدتهم للأم ولا الآب قلسين مع ولدتهم في الطابلة كيحفزوا ولدتهم في القراية أو كيعرطوا عليهم وهو شبه هذا كذلك عمرنا ما شفناه لبس اللباس الصلاة هو والزوجة ديروا بنات دياله هو كيصليب ولداته حتى هدي حفز الناس ويبيد هاد الأسرة السعيدة والجاملة والأسرة المسلمة لغيتوا الديانات يعرفوا الدين ديالنا ويعرفوا طريقة الصلاة ويعرفوا بيأل أبخصوا مرة مرة يصلبوا ولداته كذلك عمل في البيت عمل في داره لصال الرياضة وما عمل شي واحد الركن ديال الصالة وفي المكتبة ديال القرآن وما كاتب ديال الليداته في القرآن بل بالعكس عمل الموطع ديال الرياضة وما عمل شي هاد النقطة هادي عمل صغال فراش الى اخرى كيف كارغاف الحاجة التافيها كذلك ما شفناه شكي راجع كي قرر القرآن مع وليداته شنهارد الخميس ولا شنهارد الجموعة كذلك ما شفناه شنهارد الجموعة عمل اللباس تقليدي وكيوجدو كصعاتي لسكسو وبينو التقاليد المغربية ديالنا كذلك شفناه كي شطح مع أولاده شفناها في تيك توكي القص مع أولاده شفنا العلباقين صغارين كي عملوا الماكياج وهو حاضر احنا مهما يكون من انفتاح فاحنا دائما يكون يبقى واحد الحياء ما بين الأبناء والأباء ديالهم ما بين لا في الحوار ولا في اللبس الى آخره احنا بين البڤياتي مهتونهم ان ليسوا lysاون وينه انتصاعه لا تزاعون ، لا تزاعون nghiخول الرغم على أطلاق العام البرجيسة لا تزاعون بالنفش ، خطوصية النفط لا تزاعون ولإنطلاق العام بها ب�هجم تم تزاعوا كograpان Pfizer يبدو أنك لقد أمني ذلك. يبدو أنك يكون تريد كثيراً لتصبع. تريد أنك لقد أمني ذلك. أنت صغيرة ومعي في الإصحاب. فبقى المصطلح الذي أحضرته لا تريد أن تتكلمه. فهذا يعني كثيراً أنه سوف يسرد الأمهات المقبلين على الزواج أو المقبلين على الولادة. احذا دين المسيح او دين اليهودي ستطلق عربية楔 اليهودية ان suffصنا للنسان تعرفотنا لمها الصلاة كيفكتنا نصلي ونعرفهم الى كتب لدينا نعرف الخاصة shrinkتهم قد تتعامل مع بطيتها تحاول وكيف نحن لدينا وليومي يجب أن يكون في هذا الكوبل فهو الأول والباقي تقليد بل بالعكس نحن نرى الضرب في الأعراض كيف يضرب الضرب في وسط الضرب وولدته يضرب الضرب وهو يقدر قدامه لدولد و يسمعه لأن الضرب صغيرة و يقول لدول عشاق و يتكلم عن العشاق بعد هذه النقطة كاريتية كيف يضرب الأطفال وهو أب وولدته قدامه كذلك نحن نتفكر في هذا الفيديو وهو أبنة لبسة القفطان و قال لابنتي أنني أريد عروسة و لم أكن أخير أول شيء لا يريد أن ندخل في ولداتنا في العقل قدية العروسة و الزاوج لأن هذه واحدة النقطة مهمة و دخلة من الأمد الإسلام و من السنة إلى آخر ولكن نريد أن نحافظها أولا على العلم و الدراسة و المستقبل المفضل و هناك مغالطات في التربية و المعاملة و المحتوى ما كتعطونا حتى شي حاجة اللي كتشرفنا اللي كتزيد بنا القدام اللي كتبين فعل المغاربة عندهم واحد الحياء واحد الاحترام واحد تقديرنا بين الأبناء والأولاد اللي كتعطو بأن مغاربة متشبت بدينه دي الإسلام وبالصالة وبالأركان ما اجتشي شي نهارا قلتنا اليوم الخامس عملت واحد تحفز نولي داتي غدينصمو الصيام جماعي في الدار وغدينصموها نشاركوا معنا الفطور وغير رمضان بزاد نقاط اللي هي غيبة على الدهن ديلكم اللي انتو ما خرشتونا على صلب الموضوع خرشتونا على التقاليد خرشتونا على الأعراف خرشتونا على الدين دينا اللي شفنا محتوكم كل مشاكل كل محاكم كل ضرف الأعراض كل تهديم البيوت كل تشتيت الأسار كل هدم البير كل 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 احنا شمال مصلحة عنا نتفرجوا فيكم احنا شني كنستفدو منكم احنا كتضمرونا الأنفوس دينا احنا كنطلبو من مراقبات المحتوى اللي كيعطيه واحد صورة لا تشرف بالمجتمع المغربي والمجتمع الإسلامي خوتي خوتيتي كنتمنى نكون عند الحصن الضن ديلكم مطبخوش لنا باللايكات والبرتاج تعليق المحافظة دمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتقى